السلام عليكم بابا تلاميذ الصف السادس لابتداء درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم مما يتكون الهيكل الطرفي صفحة 62 مما يتكون الهيكل الطرفي يتكون الهيكل الطرفي في الإنسان من جزئين هما حزام الكتف والأطراف العليا وحزام الحوض والأطراف السفلة يقع حزام الكتف أين يقع حزام الكتف؟ في الجزء العلوي من الصدر إذن موقع حزام الكتف ويقع في الجزء العلوي من الصدر ويتألف من عظمين هما الترقوة ولوح الكتف الذي يكون مثلث الشكل ومسطحا هذا لوح الكتف لوح الكتف أو يقع حزام الكتف الجزء العلوي من الصدر ويتألف من عظمين هما الترقوة يتألف من عظم الترقوة كما موضح ويتألف من عظمين هما الترقوة ولوح الكتف إذن حزام الكتف يتكون من عظمين أو يتألف من عظمين يتألف من عظمين هما عظم الترقوة ولوح الكتف والذي يكون لوح الكتف الذي يكون مثلث الشكل الذي يكون مثلث الشكل ومسطحا إذن حزام الكتف يقع أينه؟ في الجزء العلوي من الصدر يقع في الجزء العلوي من الصدر ويتألف من عظمين يتألف من عظم الترقوة ولوح الكتف الذي يكون مثلث الشكل وكذلك مسطح أما الأطراف العليا فهي الذراعان أما الأطراف العليا فهي الذراعان حيث يتكون الذراع من ثلاثة عظام الذراع يتكون من ثلاثة عظام إذا من قلنا الهيكل الطرفي في الإنسان يتكون من جزئين هو حزام الكتف والأطراف العليا وحزام الحوض والأطراف السفلة وقلنا حزام الكتف يكون في الجزء العلوي من الصدر ويتألف من عظمين قلنا الترقوة ولوحة الكتف الذي يكون مثلث الشكل أما الأطراف العليا فهي الذراعان حيث يتكون الذراع من ثلاثة عظام ما هي مكونات الذراع يتكون من ثلاثة عظام الأول هو عظم العضد عظم العضد هذا العضد إذن يتكون من العضد من عظم العضد الأول وهو عظم طويل العضد هو عظم طويل يتصل من الأعلى بعظم الكتف يتصل من الأعلى بعظم الكتف ومن الأسفل بعظم ساعد بعظم الساعد ومن الأسفل بعظم الساعد وهو ثاني عظام الزراع وهو ثاني عظام الزراع أما العظم الثالث فتمثله عظام اليد أما العظم الثالث فتمثله عظام اليد التي تتكون من عظام الرسغ وعظام المشط والسلاميات هذا عظم هذا عظم الرسغ والرسغ وعظام المشط والسلاميات أما حزام الحوض هذا حزام الحوض فيتصل من الأعلى بالعمود الفقري ومن الأسفل بعظام الفخض وعظم الفخض تعريف عظم الفخض هو أطول عظام الجسم وأكثرها صلابة عظم الفخض هو أطول عظام الجسم وأكثرها صلابة لماذا هو أطول عظام الجسم؟ عظم الفخذ وأكثرها صلابة شن السبب؟ وذلك تعليجيك لأن ثقل الجسم كله يكون مرتكزا عليه وذلك لأن ثقل الجسم كله يكون مرتكزا عليه ويتصل من الأسفل مع عظام الساق يتصل من الأسفل مع عظام الساق وأخيرا عظام القدم التي تتكون من عظام الكاحل عظام القدم التي تتكون من عظام الكاحل والمشط والسلاميات التلخيص ما مكونات الأطراف العليا ما مكونات الأطراف العليا باب هنا نقلنا الأطراف العليا أما الأطراف العليا فهي الذراعان حيث يتكون الذراع من ثلاثة أعظم عظام هو العظم العضد وهو عظم طويل تزمن على بعظم الكتف ومن الأسفل هو عظم الساعد وهو ثاني عظام الذراع أما العظم الثالث فتمثله عظام اليد اللي تكون عظام الرسغ وعظام المشط والسلاميات إذن السؤال ما مكونات الأطراف العليا قلنا مكونات الأطراف العليا هي من ثلاثة عظام يتكون عظم العضد وعظم العضد وعظم الساعد وعظم وعظام اليد هذا كل ما موجود بدرسنا مما يتكون الهيكل الطرفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته